منذ ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وخلية الأزمة لم تترك خياراً إلا وعملت به تجنباً لعدم ارتفاع ضحايا هذا الوباء الشبح الذي اخترق جميع الأنظمة الصحية والاقتصادية ولحق تأثيره بالنظام الاجتماعي أسلوب جديد لتوعية المواطنين من سماء محافظة كربلاء بالمناشر التي توضح خطورة هذا الوباء وضرورة الالتزام بحضر التجوال توصيات خلية الأزمة في محافظة كربلاء أمر سيد قائد عمليات كربلاء المقدسة اللواء قوات خاصة الركن علي الهاشمي بأن تكون هناك مبادرة من خلال طيران الجيش برمي المنشورات على أهالي محافظة كربلاء الكرام وغرض توعيتهم عباً بعدم نزولهم للشارع وغلق المحلات والأسواق طبعاً بدأ الحضر من يوم بساعة ستمية من يوم 22 ستة ولغاية الساعة ستمية من يوم 29 ستة وطبعاً راح خلية الأزمة في وقتها راح تقرر تمديد الحضر لمدة أسبوع أو من عدم حسب التقارير اللي راح تجينا من دار الصحة كربلاء وعدد الإصابات طبعاً تعاون أهالي كربلاء الحمد لله والشكر أكثر من 90% التزموا بالحضر ومثل ما شاهدت حضراتكم وقنواتكم الكريمة أنه جولتوا في المحافظة وشفت بالنسبة لحضر التجوال من التزمين به إن شاء الله صراع مستمر لفيروس قاتل مع حكومة جديدة ووزير صحة جديد والمواطن العراقي يترقب كل ما هو جديد ليجدد حياته لواقع أفضل لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلاء